السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو النهاردة هتكلم فيه معاكم عن ورق العنب دلوقتي للسيتات او البنات اللي بتحاول انها تخزن في البيت ورق العنب دلوقتي موجود في السوق في السوق موجود بـ 13 جنيه في الاماكن اللي بيبيع الخضار اللي جنب البيوت بتبيعه بـ 20 جنيه علشان بيحملوا عليكم المشال وحاجات كتير قوي فالاحسن انتو تروحوا السوق عشان تجيبوه هو زي ما انتو شايفين كده ما شاء الله لسه ما نشيفش فعشان تلحقوا تجيبوه دلوقتي ده احسن وقت احنا بنجيب ورق العنب وبنقطع الاخضر ده او العود بتاعه بنحطه على جنب ونحط الورق على جنب بنجيب مية ونحط فيها لامون وانا حطيت فيها نقطتين زي زيتون عشان كده هي عاملة البابلز دي كتير كده ممكن انتو متحطوش زيت خالص حطوا لامون بس لامون ومية وباكين بودر او كاربونات السوديوم هنحط ورق العنب لمدة دي يعني دي او نص بالزبط يعني خلينا نقول ستين ثانية يعني مش هنقول دي او نص هنحط الورق ونفضل نقلبو وتقليبين ناحية التانية بس المهم ان انتو تحاولين الورق يفضل مترتب علشان لما تيجي تشريه في الفريزر ما يحصلوش اي حاجة هنفضل نحط كده كميات ورق بعضها المية لما تقل ممكن تسخاني مية وترجعي تضفيها عليه او برضو تحطي لمون على المية لو انت حبا يعني او طبعا ورق العنب بيحتاج للمون كتير فحطي بقى لمون براحتك بعد ما بتسلقي الورق بتسلقي العدان كمان لان العدان نحنا بنستخدمها بنحطها كده طبقة تحت ورق العنب لما ميجي نسويه علشان ما يتحرقش برضو العدان بتستنى شوية بتستنى وقت اطول شوية من الورق وبردو بنصفيها بعد الورق والعدان لما بيبرادوا خالص ممكن بقى ساعتها تعملي التدبيلة بتاعتك وتبدأي تحشيه خلييني اواريكوا دلوقتي هنعمل ايه هنحط العدان تحت في الارض كده علشان ورق العنب ما يتحرقش وبعدين هنمسك ورقة ورقة بقى من ورقة العنب ونبدأ نلفها انا مامتي بتحب تلف ورق العنب رفايع جدا وصغير قوي انا عن نفسي ما بعرفش اعمل كده لو انتي بتعرفي تعملي هاريت تكتب لنا تحت ازاي بتقداري تعمليه صغير كده انا مامتي مهما حاولة تشرح لي مش بعرف فلو انتي تعرفي تكتب لنا تحت في الكمنتات بجد بماما بتعمله وحاجات سوغنونة قوي ما شاء الله انا ما بعرفش خالص اعمل كده وبعدين بعد ما بتخلصي الانس بتعمليه بتفتاري تعملي ورق العنب على شكل دوائر وبعد ما بتعمليه على شكل دوائر بتبدأي تحطي بقى شرايح لمون على الوش وطبعا بتسقيه بشوية صلصة او طماطم مضروبة في الخلاط وتحطي عليها لمون شرايح وكمان تعصري لمون زيادة وبس ده كان فيديو النهاردة واتمنى انه اكون عجبكم ما تنسوش تشوفوا الفيديوهات اللي فاتتوا ما تنسوش تدوسوا اشتراك واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد والسلام عليكم